وحد الصفوف تخيل أنت لو بلحظة واحدة كسرنا كل الحواجز اللي كسمتنا بين تركيا بين سوريا بين العراق بين أهلنا في الخليج بين أهلنا في مصر في ليبيا في تونس في الجزائر في المغرب في موريتانيا هاي ستغير كل الموازين فما نقطة سعد سفير نجموش من توقفوش عندها قلت أنت توحيد الصفوف وأكثر حاجة دعيت لها اليوم توحيد الصفوف توحيد الكلمة توحيد الرأي توحيد المقاومة واليوم قلت زمنا نتجاوز نرجسياتنا وهذا هي كلامك موجه للقيادات في فلسطين ولكن اليوم فما الدول العربية طبعت مع فلسطين ودول أنت ذكرت كل الدول ولكن فما الدول طبعت والدول لم تطبع اليوم في تونس وانت طبعا على دراية لي فما النقاش بشيسير في البرلمان حول تجريم التطبيع مريم ماذا تعني كلمة تطبيع أنا لا أريد أن أدخل في أي مماحكات جانبية ليس لأني ديبلوماسي أو أمثل دولة فلسطين لكن من منطلق المفاهيم العميقة التطبيع يعني أن تقيمي علاقات طبعية مع أطراف طبعية في الموضوع صحيح؟ يعني أنا إذا كان عندك أنت في الحي تبعك واحد مجرم أو سارك بصرك كل ويرعب كل أبناء الحي في الموضوع وبيجيك يوم بقولك آه صباح الخير أخت مريم أنا وياك بنا نصير أصدقاء هل تعتقد أنه فتحتي علاقات صداقة مع هذا الطرف أنه أنت يعني هديت الوضع؟ لا أنت بتسيري أداة لهذا المجرم لتوسيع إطار جرائمه في الموضوع التطبيع الحالي في إطار اللي تم يعني هو تركيع وتسير تحت ضغوطات خارجية يعني أنا حرصا مني على أشقائي بقولهم ديروا باركم على حالكم إذا بتفكروا أنه في هذا المصار تحموا أموركم فأنتم مخطؤون تماما ستقعون بالفخ وهذه المحاولة تم التخطيط لإلها حتى في الماضي أمام صعود أقطاب أخرى وتوازنات أخرى في العالم فكان هناك فكر كيفية تكوين نيتو شرق أوسطي بقيادة كيان الصهيوني أو إسرائيل في الموضوع لقطع الخطوط عن الآخرين إذن أنا أصبحت أداة في إيدهم في إطار مواجهة أخرى وهاي كأداة أنا بتم تدميري من داخلي فأنا محبتي لأشقائي وإخواني وحرصي على أمنهم وأمانتهم بقولهم ديروا باركم هذا باش تطبيع فيه له أهداف محددة لتحويلكم إلى أدوات باش في إيدين القوى الاستعبادية الرئيسية في إيدين قواعد تنفيذهم نفوذ التنفيذ تبعتهم في الموضوع يعني بتنزل درجتك بطليك بطل الإتصال تبعك مع الآخر شافية لذلك هن صنعوا زي ما تقول الأعداء الوهميين الخلافات بين أشقائنا في العراق وأشقائنا في إيران الإيران وأهلنا في الخليج تركيا وسوريا يعني حان الوقت لنوحد رؤانا نوحد صفوفنا لا أريد أن أشتم أحد لا أريد أن أدين أحد ولن أسألك عن هذا سعد سافيلي أن الوقت اليوم هو وقت لتوحيد الصف لتوحيد الصف حتى إن أرادوا في 48 ساعة الأولى بعد طفان الأقصى أنهم يقسموا الموقف ما بين الموقف الرسمي من القيادة الفلسطينية والمقاومة إيانا النقع في هذا المطب هن شكلوا وحدي خاصة للطبور الخامس لتقسيمنا وتفتيتنا ليس فقط فلسطينيا حتى فلسطينيا وعربيا هذا صاروا يطلعوا في أشكال مختلفة إيانا النقع في هذا المطب سعد سفير اليوم عودة الحديث ركزوا على ما يجري على الأرض على هذه المقاومة الإعجازية اللي بخوضها شعبنا في كل أنحاء فلسطين وفي خارج فلسطين